منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 أضحت البلاد ساحة معركة تتناحر فيها القوى العالمية والإقليمية وعلى وجه الخصوص إيران والولايات المتحدة وكخطوة أولى ضمن هذا الصراع عمدت إيران إلى بناء شبكة قوية تضم جماعات سياسية ودينية وميليشيات مسلحة لتعزيز نفوذها في العراق استخدمت تلك الشبكة طوال الأعوام الماضية لخدمة مصالح إيران وفقا لموقع ميداليست آيل البريطاني والذي أكد أن التعليمات تنتقل من طهران إلى شبكة الحلفاء في العراق عبر أربع أجهزة استخبارات يسيطر كل واحد منها على عشرات الميليشيات والقادة السياسيين والأمنيين والمؤسسات الإعلامية والدينية لافتا إلى أن أنشطة هذه الأجهزة زادت خلال الأسبوعين الماضيين وأشار الموقع البريطاني إلى أن الأجهزة المرتبطة بخامنئي تدفع باتجاه إثارة البلبلة والفوضى خاصة في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن حيث يؤكد خبراء مسؤولون أن الإيرانيين يحاولون استغلال ما اعتبره ضعفا لدى الإدارة الأمريكية الجديدة من خلال ممارسة مزيد من الضغوط عبر ضرب واستهداف القوات والمصالح الأمريكية في العراق لإجبار واشنطن على العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران قبل بدء أي مفاوضات ويؤكد تقرير ميدليست آي أن ضعف الجنرال إسماعيل قآني الذي خلف قاسم سليماني في قيادة فيلق القدس ومحدودية علاقاته وصلاحياته فتح الباب على مصراعه لوزارة الاستخبارات الإيرانية وغيرها من الأجهزة لممارسة نفوذها في العراق مشيرا إلى أن عجز قآني في السيطرة على الميليشيات خلال الأشهر الأخيرة دفع خامني إلى تججيع بيت رهبري على التدخل ليصبح علي أصغر حجازي مستشار خامني للشؤون الأمنية مسؤولا بشكل مباشر عن أبرز الميليشيات في العراق كميليشيات حزب الله والعصائب